لكن خليني أقولكم كمان على قصة كابتن علاء نبيل واحد الحقيقة من الشخصيات المحترمة جدا عنده تاريخ كبير جدا مع الكرة المصرية وتجارب الحقيقة كانت في أوقات كتير جدا نكحة شخص عنده قدرات إدارية خد بالك مش بالضرورة تكون لعيب كرة عظيم قوي عشان تكون إداري ناجح أو عشان تكون مدير فني ناجح يعني يبص كده مثلا على سبيل مثال لما تيجي تبص المدربين اللي كانوا منوارين في آخر عشر سنين عن مستوى العالمي بحتى سيك من أنا يعني بحترم جدا كابتن اسم كابتن علاء نبيل وتمنى له التوفيق الحقيقة والراجل هيشتغل زي ما أعلن على خطة على كل المستويات على مستوى يعني هو مش جاي يبقى مدير فني عشان يطلع يخلي منتخب مصر يطلع من مطب الصعب الوفي لقى الراجل جاي يفتح كل الملفات ناشئين مدربين تأهيل مدربين كل حاجة كل حاجة فنتمنى له التوفيق وهتكلم مع حضراتكم وأتمنى ان شاء الله أنه يكون فيه فرصة نتواصل مع كابتن علاء ويكلمنا أكتر على تصوره أو رؤيته للمرحلة اللي جاي لكن مش بالضرورة زي ما كنت بقول أنه كل لعيب كرة نجم أو لعيب كرة على أعلى مستوى يبقى بالتالي أو بالضرورة مدرب ناجح أو إداري ناجح يعني تعالى بص على الأسماء اللي كانت بليها بصمة قوي في الكرة العالمية في السنوات الأخيرة جوزي مورينيو أعتقد متفقين تحبه تكرهه تحب مدرسته تحب كرته ما تحبهاش لكنه واحد من أهم المدربين اللي حققوا نجحات كتير مع مدارس كرواية مختلفة في إيطاليا كان ليه بصمة في أسبانيا كان ليه بصمة في إنجلترا كان ليه بصمة فجوزي مورينيو واحد من أهم المدربين في العشر سنين الأخيرة جوارديولا يمكن يكون الأهم من وجهة نظري بيب جوارديولا واحد يعني أنا شوفه يمكن أعظم مدرب كرة أنا شفته معرفش ممكن قبل كده كان فيه ناس عظيمة لكن على مستوى الكرة اللي بتتلعب بيلعب مع البرسا بيلعب مع ميونيخ بيلعب مع السيتي هي نفس هو نفس الفكر استراتيجية البصمة واضحة وصريحة هي دي كرة بيب جوارديولا كارلو أنشلوتي مع الميلان ومع ريال وأكتر مدرب حصل على بطولة الشامبيونز ديج زين الدين زيدان يعني آه ممكن آه ممكن لا لكن هل دول كانوا الأعظم في مسألتهم كلعبين لكرة القدم يعني هل بيب جوارديولا كان 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 أعظم لعب في أسبانيا أو يعني من من أهم اللعيب اللي جات في تاريخ أسبانيا لا كان لعيب كرة عادي جدا لعب فانداية كبيرة طبعا يعني مع احترامي لكن كلعب كرة مش ممكن تقنب بجوارديولا موديل فاني جوزي مورينيو محدش يعرفه أساسا يعني له لأنه هو فاز مع بورتو بدولي أبطال أوروبا ما كانش حد يعرف مين هو جوزي مورينيو ولا كان المشوار اللي هو والنجاح اللي حققه بعد كده بقى مع الريال ومع الانتر ومع تشلسي كان حد عارفه كارلوانشلوتي في جيله لعيب كرة طبعا كان مميز جدا لكنه مش الأعظم في التاريخ الكرة فهي القصة مش قصة نكتيب لعيب كرة كويس أو لعيب كرة عنده روح أو لعيب كرة عنده مهارات أو كان نجم في الفترة اللي لعب فيها كان واحد من أهم النجوم في الفترة اللي لعب فيها لا مش بالضرور الإدارة والقيادة قصة تانية خارص